نظم المعهد القطري للتصميم والتشييد الفعال حفل تخريز الدورة العاشرة للتدريب لإدارة المشاريع بمعايير التصميم والتشييد الفعال بحضور ممثلين عن هيئة الأشغال العامة وكلية المجتمع حيث تم تدريب 167 متدربا منذ شهر يونيو عبر تقنية الاتصال المرئي وتقدم منهم أربعون للاختبار الذي يتم تنظيمه بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة قطر وحصلوا على شهادة إدارة المشاريع في التصميم والتشييد الفعال الصادرة من الجمعية الأمريكية للمقاولين الحمد لله وصلنا إلى ما يقارب 176 مهندس متخرجين من عندنا طبعا هذه دورات تقنية دورات تأهلهم بأنهم يقدمون الفاقد في المشاريع أيضا هذه الدورات تأهلهم بأنهم يقدمون امتحانات تخصصية في اسمونا الامريكان جنرال كونتراكتينج المعهد الأمريكي للمقاولين وهذه شهادات مهمة جدا فهم يتأهلون لأنهم يقدمون هذا الامتحان ترجمة نانسي قنقر